السلام عليكم ورحمة الله وخمسون إذن نحول القسمة إلى الضرب في عشرة ويصبح الجواب خمسة وسبعون فاصلة ثلاث إذن هذا الجواب الصحيح إذن سوف أشتب الجواب الخطأ إذن عندنا واحد فاصلة ثلاثون قسمة سفر فاصلة سفر واحد يعني في مئة في مئة وطبق فقط القواعد في مئة ويصبح الجواب مئة وثلاثون إذن أشتب الجواب الخطأ عندنا 920 قسمة ألف يعني في سفر فاصلة سفر صفر ثلاثة أصفار سفر صفر واحد نعم إذن هنا سوف أزيح الفاصلة إلى اليمين بكم من بأربع لا بثلاث درجات نعم إذن هنا سفر فاصلة سفر صفر واحد إذن بثلاث درجات واحد إثنان ثلاثون سفر جواب سفر فاصلة سفر فاصلة سفر فاصلة وهذا الجواب إذن أشتب الجواب الخطأ إذن 425 قسمة 3.84 هل هو 4155 قسمة 384 إذن أنا نضرب في مئة إذن هنا في مئة الجواب وهذه في مئة وهذه في مئة إذن 3.84 في مئة هي 384 كلهم فيهم 300 أما 425 في مئة هي 425 إذن 425 هذا هو الجواب الصحيح إذن أشتب الجواب الخطأ الناس 631 فاصلة 50 قسمة 27 إذن هنا سوف نتخلص من الفاصلة كومبليتمن إذن هنا ننسى وحد الرقم لا نعم إذن 6315 نعم 6315 والجواب الصحيح وأشتبوا الجواب الخطأ 3.42 قسمة 1.7 إذن هنا لاحظوا لا توجد أي فاصلة إذن نضرب هذه في مئة وهذه في مئة إذن ضربنا هذه في مئة 2342 كان نلقاها في العمليات بثلاثة بينما إذا ضربت 1.7 في مئة هي 170 إذن 170 والجواب الصحيح وأشتبوا الجواب الخطأ أمر إلى تمرين 19 أهملت فاصلة في كل من القسمات الأتية ولاحظوا ثم يعيدوا كتابتها في المكان المناسب إذن العملية الأولى 14.1 قسمة 25 لنه 5.64 إذن سوف أعيد إنجاز هذه العمليات لديه رقمان أخذ رقمان ألاحظ بأن 14 أصغر من 25 أخذ ثلاثة أرقام إذن كم لدي لدي نعم 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 لدي خمسة خمسة في خمسة خمسة وعشرون خمسة في اتنان عشرة والاثنان اتنى عشر إذن هنا لاحظوا عندي هنا الفاصلة إذن لا يمكن إذن إذن نعم نعم 125 أخذ نعم هنا الصفر هنا الصفر فاصلة عاد نكمل إذن هنا مئة وخمسة وعشرون مئة وواحد واربعون كم فيها من خمسة وعشرون فيها خمسة خمسة في خمسة خمسة وعشرون خمسة في اتنان عشر والاثنان اتنى عشر إذن أحد عشر ناقص خمسة ستة أربع ناقص ثلاث واحد إذن وأضع الصفر نعم ستة عشر فيها ستة في خمسة ثلاثون ستة في اتنان اتنى عشر والثلاثة خمسة عشر قلنا عشر صفر إذن أربعة في خمسة وعشرون تساوي مئة والباقي صفر إذن العملية الموالية لاحظوا الخطأ إنها صفر فاصلة إذن عدنا ألف وستة مئة وسبعة وسبعون قسمة تمانية فاصلة ستة إذن نضربها في عشرة في عشرة إذن هنا ستة وتمانون هنا ألف وستة مئة ولا ستة عشر ألف وسبعم مئة وسبعون دي رقمان أخذ رقمان ولكن أصغر إذن مئة وسبعة وسبتون تحل فيها من ستة وتمانون فيها واحد واحد في ستة ستة واحد في تمانية تمانية إذن سبعة عشر ناقص ستة تساوي أولى سبعة ناقص ستة تساوي واحد وستة ناقص ثمانية لا يمكن ستة عشر ناقص تمانية تساوي واحد تاوي تمانية إذن واحد ناقص واحد سفر ونزل السبعة تمانمئة وسبعة عشرة شحل فيها من ستة وتمانون يا تسعة تسعة في ستة أربعة وخمسون وتسعة في تمانية واحد وتمان اثنان وسبعون والخمسة سبعة وسبعة سبعة ناقص أربعة ثلاثة أحد عشر ناقص سبعة أربعة وتمانية ناقص تمانية سفر أنزل السفر أربعمائة وثلاثون إذن لدي خمسة خمسة في ستة ثلاثون تمانية أربعون وثلاثة أربعة وثلاثون والباقي السفر إذن نمر إلى العملية الأخيرة اللي هي ستة وتسعون فاصل خمسة وعشرون قسمة ثلاثة فاصل خمسة نضرب في عشرة هذه في عشرة والجواب هو خمسة وثلاثون وهنا تسعمائة واثنان وستون فاصل خمسة إذن كم لدي لدي اثنان ناقص سبعون ستة اثنان ونزل الاثنان كم لدي سبعة سبعة في خمسة خمسة وثلاثون سبعة ثلاثة واحد وعشرون والثلاثة أربعة وعشرون إذن والباقي هنا سبعة هنا واحد هنا صفر ونزل الخمسة وضعوا الفاصلة إذن خمسة خمسة وعشرون إذن سبعة عشر والباقي سر إذن سبعة وعشرون فاصلة خمسة إذن كانت من يكون مفهم إذن هنا سبعة وعشرون فاصلة خمسة هنا مائة وخمسة وتسعون لا توجد أي سفاصلة وهنا صفر فاصلة خمسم مائة واربعة وستو نمر إلى تمرين عشرون أستخدم الجداء التالي لآتي لحساب ما يلي أربعة فاصلة ثلاثة في اتناني فاصلة واحد تساوي تسعة فاصلة سفر ثلاثة إذن لحظه تسعة فاصلة سفر ثلاثة قسمة أربعة فاصلة ثلاثة إذن كم تساوي تساوي اتناني فاصلة واحد أكتب اتناني فاصلة واحد أن تسعم مائة وثلاثة قسمة أربعة فاصلة ثلاثة تساوي مائة وعشرة إذن تسعم مائة وثلاثة قسمة ثلاثة تساوي واحد وعشرون إذن 9.03 قسمة 2.1 تساوي 4.3 أن 903 قسمة 2.1 تساوي 430 903 قسمة واحد وعشرون تساوي 3.4 إذن نمر إلى تمرين واحد وعشرون أقرأ الوضعية وأتوقع جميع الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها رفيقي أو رفيقتي أثناء حله لها وإجابتي عن الأسئلة أجيب عن أسئلة الوضعية وأتجنب الأخطاء التي توقعتها إذن الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها مثلا رفيقي أو نفس تلميذ الذي يجهز هذه الوضعية هي أولا الأخطاء هي في العمليات الحسابية كذلك في عدم فهم المسألة إذن هذه هي الأخطاء إذن اشترى تاجن كمية من البرتقال بمبلغ قدره 1400 درهم وباعها بمبلغ 1800 درهم على أساس 4.50 درهم للكيلوغرام الواحد أحسب كتلة البرتقال بالكيلوغرام بحضة كتلة البرتقال بالكيلوغرام إذن 1800 قسمة 4.5 ولا 50 إذن لدي نضرب هنا في 100 وهنا كذلك في 100 وصبح عندي 450 وهنا نعم موجود الأصفار صفر 180 ألف قسمة 450 لدي ثلاثة أرقام أخذ ثلاثة ولاحظ بأن الثلاثة أرقام أصغر إذن أخذ أربعة أرقام إذن كم لدي لدي أربعة أربعة في صفر صفر أربعة في 25 أربعة في 4 16 و 2 18 صفر ونزل الصفر إذن لدي صفر نعم إذن هنا غلط صفر هنا الأول وهذا وعند نزل الصفر الآخر إذن صفر وعند صفر إذن والجواب هو 400 كتلة البرتقال هي 400 كيلو جرام غالبا بالكيلو جرام إذن أحسب 8 شراء الكيلو جرام الواحد من البرتقال إذن 8 شراء الكيلو جرام الواحد من البرتقال هو 1400 قسمة 400 إذن عندي 3 3 أرقام أخذ 3 وهنا أخذ كل إذن 3 في 00 00 3 في 4 12 إذن 00 20 إذن أضع 0 أضع الفاصلة إذن لدي 5 5 في 00 5 24 إذن وَلْبَاقِ سَفر إذن سَمَنْ شِراء الْكِلو غرم الواحد وَلَسَلَسَلَسَلَ 5 سَدَرَهِمْ نَنْ نَمُرْ إِلَا تَمْرِين إِذنَا نِوَعِ إِشْرُونَ قَلْقُ جَوْمْلَتْ لَا فَقْتُرَ سُوِذَنَتْ جَوْمْلَتْ لَا فَقْتُرَ اן كَهُمْلَ� 굶 اَنْ On a les cahiers les silos on a le nombre 25 on a acheté 25 cahiers le prêt total c'est 207,50 جَوْ absorbed 17 silos le prêt total 771 equity me je veux trouver le prêt unitaire en soit des cahiers soit des silos et le تدقي ?" سأستخدم لتفاق täglichيب لثافي عن 27.50 من دلما أقام دلما أدل الوقت هذا المستخدم مستخدم وهنا أقوم بتفاق una أقوم بإمكان الثانية نلما أقوم بإمكان بإمكان تلك أقوم بإمكان دلما أقوم بإمكان لتال vuelت ثانية هناك الوابط أقوم بإمكان عن مسك وإنّاء وأقوم بإمكان أمن بإمكان شدة 3 x 5 15 3 x 2 6 7 16 0 0 830 800 8,3 c'est la même chose je vais écrire 8,3 on passe à la suivante on a 771 80 divisé par 17 pour chercher le prix d'un stylo oui j'ai deux chiffres je prends deux chiffres donc combien j'ai de 17 dans 177 j'ai peut-être 4 4 x 7 28 4 x 1 4 et 2 6 on a 17 moins 8 ça fait 9 et 7 moins 7 ça fait 0 donc je baisse le 1 on a 5 5 x 7 35 5 x 1 5 et 3 8 donc 11 moins 5 ça fait 6 c'est 9 moins 9 égale 0 maintenant je vais baisser le 8 et je vais mettre la virgule donc combien on a de 68 dans 17 on a 4 4 x 7 28 4 x 1 4 et 2 6 et le reste c'est 0 et je baisse le 0 égale 0 45 40 donc c'est 45 4 on a écrit 45 4 donc maintenant je vais chercher le total à payer donc 207 50 plus donc regardez on a déjà écrit l'opération 207 50 plus 761 80 plus 25 90 égale 1005 2 c'est le prix total donc donc 1005 2 dirhams oui on passe à l'exercice 23 yubayinu ou la yumatilu le jadwal jani bah faturat lissi la kilma la la charrin wahed ou kmilu mal le jadwal bi kitab de l'asmin la si yuhadidu hal maktab le wotani l'imait salih les shorm idan na hadihi fatura lachdu qimet wahida ay samal wahid mettar mokab minal ma idan na andi le montant na andi le prix unitaire ou na andi la facture le numéro ou la le numéro de la facture par exemple combien j'ai de mètres cube par exemple ici dans la première tranche on a 6 mètres 6 mètres cube dans la deuxième tranche on a 14 mètres cube et dans la troisième 5 mètres cube donc on va chercher le prix du mètre carré lors de la première tranche donc on va effectuer la division j'ai un chiffre je prends un chiffre mais je regarde qu'il est petit donc 14 2 x 6 12 c'est 2 je baisse le 2 et je mets la virgule 22 ça fait 3 3 x 6 égale 18 oui on a 3 x 6 égale 18 le reste c'est 4 je baisse le 2 donc 42 ça fait 7 7 x 6 42 et le reste c'est 0 donc c'est 202 37 le prix d'un mètre cube lors de la première tranche c'est 102 37 17 dirant bien sûr que c'est 10 donc on passe à la suivante c'est même l'aile c'est l'aile on a 103 46 divisé par 14 donc j'ai deux chiffres je prends deux mais je remarque qu'ils sont petits donc 103 divisé par 14 par 14 égale 4 4 x 4 ça fait 16 4 x 1 4 et 2 6 normalement ce n'est pas 4 donc on a 103 on a 7 c'est beaucoup mieux 7 7 x 4 28 7 x 1 7 et 2 7 x 1 7 oui 7 x 4 28 et 7 x 1 7 et 2 9 donc 13 moins 8 égale 5 10 moins 10 égale 0 et 1 moins 1 égale 0 je baisse le 4 et je mets la virgule combien de 14 dans 54 on a oui j'ai égale 5 avant de me mettre la virgule donc égale 3 3 x 9 3 x 4 12 3 x 1 3 et 1 4 2 1 je baisse maintenant le 6 combien de 14 dans 126 on a 9 9 x 4 36 9 x 4 36 et 9 x 1 9 et 3 ça fait 12 et le reste c'est 0 donc 7,39 7,39 on passe à la suivante regardez j'ai pas le montant ni le pré-unitaire donc je dois chercher le montant d'ici donc on a 172,58 moins 103,46 plus 14,22 donc 172,58 moins 117,68 égale 54,9 donc c'est le montant de la c'est le montant de la 54,9 divisé par 5 donc on a 1 x 5 5 et le reste c'est 0 5 le reste c'est 0 je baisse le 4 j'ai 0 donc je baisse le 9 et je mets la virgule on a 49 combien de 5 ça fait 9 x 5 45 et le reste c'est 4 oui donc on passe à l'exercice suivant on partage on partage un segment de 58 cm de long en 11 segments de même longueur quelle est la longueur de chacun de ces segments la division s'arrête-t-elle oui ou non donc le nombre de chaque segment c'est 5,27 on va la chercher donc combien j'ai de 11 dans 58 j'ai 5 55 et le reste c'est 3 donc je vais baisser un 0 et je vais mettre la virgule 30 divisé par 11 ça fait 2 2 x 11 ça fait 22 et le reste c'est 8 donc 8 regardez je vais mettre un 0 donc 7 7,77 égale 3 et ainsi de suite et je reviens à celle-là donc 7,27 et la division on a ici 7,27 ici on n'a pas terminé j'ai pas terminé ici d'écrire on a 10,98 on a 54,9 dans la liste on a 5,27 et on a 34 1,51 oui ici on a 5,27 et on a une addition qui est infine on a la division s'arrête telle oui ou non on va dire que c'est non non l'addition ne s'arrête pas donc Hiba a acheté 35 kg de pommes au prix de 437,50 dirhams je calcule le prix de 1 kg de pommes donc j'ai deux chiffres je prends deux chiffres on a 1 1 x 5 5 1 x 3 3 donc on a 8 et 0 je baisse le 7 oui combien de 87 dans 35 on a 2 2 x 35 35 2 52 on a ici 35 comment 52 donc peut-être que je me suis trompé 2 x 5 5 2 x 3 6 oui 2 x 5 10 2 x 3 6 c'est 60 il reste 7 8 moins 6 égale 27 je baisse le 5 et je mets la virgule oui on a 5 5 x 5 35 5 x 5 25 5 x 3 15 et 2 17 oui on a 12,5 tout simplement on s'arrête ici on a terminé cette page on se reverra à la page 38 n'oubliez pas de s'abonner et de mettre like et d'activer la sonnerie au revoir la sonnerie à la page 38 1 1 3 10 11 12 12 13